البرحة نشرنا الخاف عيوب ومساحت الفيديو طبعا وصل الى 400 تلف ومساحت الفيديو تعرفوا ليش مساحت الفيديو؟ لانهما قاعد تكملون الفيديو وتعرفون شنو حكيت بي لها السبب مساحته افضل خاف عيوب موجود عدهم تصبغات وعدهم مناسبة ويردون يطلعون شكل ثاني مايردون التصبغات تبين ومايردون الفضايح اللي صايرة بالبشرة تبين تردين تطلعين وجه ثاني ما وجهج هذا شفتوا القبلة جنا مشخطين اليدين بقلم اسود وشون اختفه؟ هذا رهيب شي رهيب بمعنى الكلمة اشتريين منين متردين تشتريين مو بالتعليقات كتبين والله تشذب وميخفي وغشاشين وهذا ما اقلش تعيشتريين من عدي اشتريين منين متردين راح اشوفتش شون ضد المي راح نذبع ليه مي بس اريدش يسمعين الفيديو بس اريدش يسمعين الفيديو والله احكي عربي واللغة ماتي تخبل بالقرآن هذا اسمه درماكل شنو اسمه درماكل شون نعرف الاصل من العادي يصير خشن هذا الاصلي يصير خشن ويصير الباكيت متن مقدفة شون القماش مقدف اكمل الفيديو اشقال سعرات منتعاش الف ليش مو تشانه بعشرة و تشانه باطنعاش كل شو بوقته موجود بخمس تالاو بالسوق العادي بس ما يخفي بي ارقام اي بي ارقام هذا الميتين وسبع الخطين على يد البنية هو هذا الابيض بي اسمر و بي ما البشرة حنطاوية بي وسط يعني بي اربع درجات يعني بي ابيض و وسط و اسمر وسعره بثمنتعاش الف و اسمه درماكل بس مندزة توصيل وحده سمعتيني؟ توصيل وحده مندزة لانه هيكي حاجة وحدها بنص توصيلات و هواية و علاليك كبار الضيع الضيع و ما راح نعرف الطلبية وين صارت و تاليها انا وقع بيها وانا يدفع خسارتها فقط ما حد يدفع وياي خسارة حاجة وحده توصيل مندزة سويليش طلبية وطلبي وياهن توصيل بغداد 5 ومحافظات 8 عنوان اكوين؟ عنوان بغداد الحرية الثانية قرب البريدة وقرب العيادة الشعبية دبينا عليمين خليوا يشوفونا ثابت ما المناسبات بس لا تستعمليه بشكل يومي لا تستعمليه بشكل يومي لانه تقيل على البشرة وموزيا بشكل يومي استعمليه فقط وكتي المناسبة و اذا افد مرة اضطرت الامور و تردين تستعمليه بشكل يومي خليه قبله واقي وخليه قبله مرتب وخليه قبله برايمر يصير اليابشرة يصير للدهنية ويصير للمختلطة ويصير للجافة بس الجافة تخلي قبله شوية سيروم لو تخلي قبله برايمر حتى يمشي لانه هو ثقيل بس البشرة الدهنية عادي تخليه بوحدة كونسيلر ما يحتاج وبرايمر ما يحتاج لانه هو تقطيمات عالية وثابت بدون برايمر هو ثابت بس البشرة الجافة خلي قبله شوية مرتب ان شاء الله وستطلت الفكرة يا ربي يا الله يا الله يا الله اشتركوا في القناة